نقش محسن النعماني وزير التنمية المحلية مع جيمس بيفر رئيس هيئة المعونة الامريكية بالقاهرة مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة حيث تم بحث الخطوات المستقبلية لتطوير المحليات وذلك من خلال اجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الادارة المحلية ولإعادة هيكلة المحليات بما يحقق الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي ظل الجهود المبزولة للنهوض بمصر وتقدمها في صورة جديدة للعالم يأتي تطوير قطاع المحليات كضرورة ملحة لبعاد شبهات الفساد والاتهمات المزمنة التي طالت هذا القطاع ويأتي على رأس عملية التطوير البدو الفوري في تطبيق المركزية المالية والادارية والتي تستهدف نقل سلطات الوزراء إلى المحافظين لسرعة اتخاذ القرار والقدرة على التعامل مع المواقف نحن في مشروع المركزية نتحرك في خطوط متوازية كلها هامة جدا أولا مراجعة الخبرات الأجنبية كلها في هذا المجال وده في تعاون بيننا وبين بعض فيه أيضا في عملية عمل نظام رابط اللي هو نظام رابط كل قرى مصر ببعضها البعض بحيث أن كلها يبقى عندها المعلومات اللي تكفل لها اتخاذ القرار على المستوى الشعبي المرحلة الثالثة اللي هي عملية إجراء كل تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق اللامركزية اللامركزية تطبق في عدد كبير من بلدان العالم وتعمل مصر على الاستفادة من ذلك المشروع للنهوض بالمحليات وتطويرها مصر وامريكا شعبان صديقان بينهما تاريخ المشترك من العلاقات ونحن نعمل على التعاون معا وتخديم الدعم والمساعدة لمصر في قطاعات عديدة من بينها التنمية المحلية خاصة تحقيق اللامركزية في المحافظات وتخديم كافة المتطلبات اللازمة للتدريب والاستشارات الفنية فكرة تطبيق اللامركزية ليست والدة اليوم بل تم دراستها وبدوا تطبيقها في سلاس محافظات كتجربة ونموذج منذ عدة سنوات برنامج ده مدته خمس سنوات ويبتدى في 2006 كان بالتنصيق ما بين وزارة التنمية المحلية والمعاونة الأمريكية وكان التفاق فيه على تجربة في ثلاث محافظات لدعم برنامج اللامركزية وكان اتجاه من الحكومة المصرية وكان المشروع بيقدم الخبرات الدولية في هذا المجال السعي لتطبيق اللامركزية وتقوية سلطات القيادات المحلية هدف مطلوب لكن يسبقه اعداد تلك القيادات لتكون على قدر المطلوب منها من وزارة التنمية المحلية عهد صبحي التلفزيون المصري